طمني على العاملين في ماس بيرو والله هم بخير زماينا واخواتنا واصدقائنا يعني صراحة احنا بنفكر فيهم اكتر ما بنفكر في نفسنا عشان حالنا من حالهم طبعا فطبعا انا بس احب في البداية بتوجه للشكر اللي معالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على الجهد الجميل وهو تأديرا لماس بيرو الاستجابة السريعة اللي احنا متوقعين هتملي منه صراحة يعني ما تأخرش ومعالي وزير المالية طبعا الهيئة الوطنية للأعلام عندها صعوبات مالية اللي هي طبعا الوفاء بالالتزامات اللي هي بتزداد كل يوم عن اليوم اللي قبله انت متخيلة المبلغ المخصص للهيئة الوطنية للأعلام من 2011 مبلغ اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو شامل كافة الأشياء والبنود الخاصة المالية بالتحاد الازع والتليفزيون في السابق والهيئة الوطنية للأعلام حاليا 220 مليون جنيه وقلنا المبلغ ده مخصص لإيه؟ لكل شيء يعني انت متخيلة الأجور السابتة الأساسية والحوافز والمكافئات والمتغيرات والتشغيل والتقنية والصيانة كل شيء ممكن تتخيله هو مبلغ سابت من 2011 سابت من 2011 يعني مر عليه أكتر من 11-12 سنة وإحنا ما زدناش في ظل الطموحات والأحلام والمتطلبات العصرية للأعلام ككل وإنتي عارفة الإعلام مكلف ترجمة نانسي قنقر